انا هعمل كل حاجة على البلانشا كل حاجة عملها هنا المقادير قدام حضراتكو هيت براحتك احنا بس انا اقول ايه المقادير كلها انا مش هحط حاجة في الكبه ممكن احط في الكبه في الاخر اسمغ ولكن احنا هنسمى كل فين هنا على البلانشا هاخد ديت اخد بصالاة مفرومة ناخد بصالاة التانية عامته كده بالسكينة باقوم واخد عندي شوية قسبرة خضرة هنعم بره شوية الكسبرة الخضرة تمام هجيب عندي طماطم هاخد منها اللحم بس بتاعها يعني ايه بتاخدي منها اللحم انا تشيل كده دي كده اهي ومن اكناها برا بتاخدي اللحم ده بس اهو شوية ما تفكش مننا اللحمة اللي انت تجي بيها للكفتة تكون اللحمة مسمغة تدي طعم حلو جدا للكفتة اهي كده تمام ونوم بغديرها الناحية التانية ونفرم بر مناعم للكلام ده كله ماشي كلف الاخدر روني كل ده هترمه فارمي نعم هناك كده تمام ده حلو قوي كل الخضار ده هوت بنفرمه اهو زي ما حضراتكم شايفين من غير ما نحط في الكابة ولا اي حاجة احنا هنعمل دلوقتي اقول لك اهو ممكن حتة فلفل حامي كده هوت شغال اماة راح في ينا راح في참 بدي اخد عندنا اللحمة المبرومة نقوم نحطنا هنا عليها نحط شوية بابريكا صغيريون شوية الملح هلفل ده وفيه بهارات كفتة تمام sticky ابدأ اللي انا اخدها كده هوت ومسمى كله مع بعض صدقيني من غير كبه بس الفكرة افروم الخضار فرمة نعمة جدا لان دي مش على الشوية انا بخدش الكفتة متاعت على الشوية كفتة الحياتي حاجة تانية اللي هي اللي يبتغد على الشوية لكن دي مش على الشوية دي على طاصة او في فرن الكفتة بقى اللي بتتعمل على الشوية ما بتتحط لهاش خضار خالص منفعش تحط له خضار اللي هي بتبقى على الفحم عشان ما تفكش وما بتحط له ايه بهارات بس هي بهارات كفتة 50 جرام 50 جرام على نص كيلو من اللحمة او 750 جرام من اللحمة الكندوس 350 جرام من الرقبة اللحمة الضاني بلقى بقى ضاني بتحط مع 750 جرام من اللحمة المفرومة الكندوس وبتتفرم وبعد كده بتحط على الكيلو ده 50 جرام من بهارات الكفتة بس عشان كده احنا لو بنلاحظ حاجة واحدة لو انا سبت الكفتة دي اصلا هتلاقي دلوقتي بدأت ايه اللونة هيغمق من البصل لكن لو انا هتطلعها بس بهارات هتلاقي لونها زي ما هي فاتح عشان كده كفتة لحاتي مختلفة عن الكفتة اللي احنا بنعملها في البيت خالص بالسكينة بقى كده تمام بالسكينة كده هات ونبدأ اللي احنا ايه نفرم عايزة تاخديها وتديها واحدة كده في الكفتة شغال عشان بس الوقت امتعنا للأسف فأخذها كده هات لو انت عايزة بقى عنديك وقت تتعمليها بالسكينة نعملها بالسكينة يكون أفضل ويتسمك بعيك اشتركوا في القناة لوس لوس وعنب وزي الفل اهو زي ما حضراتكم كده شايفين اهيه بقى اهيه بقى اهيه زي الفل لوقت التسميغة تسماغت تمام ونبدأ نعمل ايه بقى بقى ام اخي ديه لوحدة اهيه هنا بقى دينا ونبدأ نحطه فين هنا ونهرز اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة